بكرة برضو الاتحاد سيواجه الرياض شوف الاتحاد أنا فجة نظري هو يدخل مرحلة التعافي بس محتاج وقت الوقت هذا لازم تعي الجماهير الاتحادية ان الفريق لازم يدعم عشان يرجع في الفورمة اللي كانت فيها هي محتاجة عامل صبر الفريق مش سيء الفريق محتاج بس بعد فترة التوقف هذه بالظروف اللي مر فيها المعسكر احنا سمعنا مدرب الفريق كيف تكلم في المؤتمرات الماضية على العقابات مبر الماضي يقول لك حتى 19 لاعب فقط اللي عندي وهي هذه العقابات هو الآن انت الآن امام معضلة او مشكلة لازم تتعامل معها مو تتنصل منها وانا في اعتقادي هم الآن قاعدين يتعاملون معها بشكل جيد جدا الفريق عنده لاعبة ولكن انت هذه حالة الفريق اللي اليوم موجودة لازم اتعامل معها بهذه الطريقة لكن انا اقول لك انا اللي شفتها من الاتحاد رغم قناعة البعض اقول لك الاتحاد قاعد يمشي بالمسار الصحيح في المسار الصحيح للتعافي وليس لانه يكون فريق بطل هذه مسألة فريق بطل خلصنا منها بدل الموسم متعثر عليه ان يدفع الثمن لكن اليوم هل الفريق بيعود هل بيروح ابعد في اسيا نعم لانه الفريق بدأ يتعافى لكن هي مسألة صبر والاصابات لانه شوف سوء الاعداد في المرحلة الاولى اثر سلبيا كثير على الفريق زائد المراحل اللي دخل فيها الفريق لكن بشكل عام انا شوف الاتحاد يسير بشكل جيد ممكن يلعب الرياض على نقطة؟ شوف الرياض يمكن خالف التوقعات الصح ان يلعب على النقطة لازم تكون منطقي ما ترمي بثقلك في مرايات الفرق الكبيرة ان طلعت بالثلاث نقاط خير وبركة لكن انت هدفك لازم يكون نقطة واحدة عشان تبدأ تحافظ لانه شوف ترى يعني انا في وجهة نظري الرياض وبعض الفرق ترى سعيدين بيتعثر ابها والطائب بالتعادل وخسارة الحزم لانه هذه مهما تردت نتائجهم هي حتخليهم متقدمين على الثلاث فرق متغيرة فرق نقطة نقطتين يعني ما يخليك ترتاح هي مش راحة لكنها في الاخير ما تدخلك في النفق بزيادة لان انت لو تعثرت اليوم عمام فرق يعني مثلا لما يجي نقوله هلال فاز على الرائد منطقي لما يجي نقول الاتحاد فاز على الرياض منطقي لانه فرق كبيرة فارق فني بينهم دون تقليل من الاخري لكن لما بتلعب مثلا زي مباراة اليوم الفيحة والحزم هذه هي المباراة اللي انت ممكن تشكل عليك تعفير يعني